اشتركوا في القناة وعلى رأسها المؤسسات الحكومية والامنية والمآتم والقائمين على شؤونها وكما هو العهد بهم على ما ابدوه من مشاعر وطنية صادقة تؤكد حرصهم على حفظ امن وطنهم وضمان استقراره والذود عن مصالحه ومكتسباته والمعبرة عن حبهم لوطنهم وصدق انتمائهم له واكد جلالته ان الوطن هو امانة نتحمل معا مسئولية حفظها كلا من موقعه الوطني ولا بد للجميع ان يقف صفا واحدا لتصدي لدعوات الشر والتحريض والفتنة التي يتم املأها من الخارج بقصد الاضرار به واشار جلالته ان حب الوطن والانتماء اليه والفخر به هو امر فطري وواجب ديني ومسئولية وطنية لم يتهاون اهل البحرين في ترجمتها ترجمة حقيقية نجد شواهدها امامنا ماثلة وبشكل يبعث على الفخر والاعتزاز بتلك الحمية البحرينية الاصيلة التي حفظت سلامة وسيادة بلدنا في اصعب الاوقات وقال جلالته ان البحرين هي بلد الخير والكرم والطيبة ومن ينوي الشر لها ولأهلها ولجيرانها ويختار الامتثال للتوجيهات الخارجية فان مرجعية دولة القانون هي الفاصل في ذلك وبكل حزم وتساندها الصحوة الوطنية لشعبنا الوفي التي نجد في عزمها ونخوتها خير حامي ومعين من بعد الله عز وجل واكد جلالته ان من واجب ابناء الوطن ان يكونوا عيونا ساهرة ودروعا حامية لامن وطنهم وان يتضامنوا في صد اي خطر قد يهدده وان يتكاتفوا جميعا دون استثناء لردع كل من تنسول له نفسه الاساءة الى الوطن مشيرا جلالته بان ادارة مصالح الوطن تنطلق من نهج وصايا حكام البحرين الميامين على مر تاريخ وكان للوالد صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة رحمه الله الكثير من المواقف الوطنية الخالدة في الذاكرة والمعبرة عن ضرورة القيام بحقوق الله وحقوق العباد وتقديم النصح والارشاد الابوي ومراعاة امور المسلمين عامة ومن يولين الله عليهم والتأني في اتخاذ القرارات لضمان اقامة الحدود والانصاف للمظلوم من الظالم وقضاء لوازمهم بقدر الامكان وهو ما نحذو حذوه بكل امانة وتقدير والتزام بوصايا ابائنا واجدادنا الكرام التي هي نبراسة نهتدي به ولا تزال موثقة ومحفوظة في الوجدان الوطني والسجلات التاريخية منذ ذلك الوقت وأشار جلالته الى ان ما حدث من تجاوزات في موسم عشراء لهذا العام قد انتهى مع انتهاء الاجراءات التي حددت المسببين لها لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة واحتراما لهذه المناسبة الدينية الجليلة من الواجب ان لا تتكرر اي منها في المواسم القادمة وهو امر نتعشمه في اهل البحرين الذين عرفوا بخلقهم الرفية ودفاعهم عن ما يوحدهم ومحاربة كل ما يفرقهم ترجمة نانسي قنقر